سلمان النمشان مساك الله الخير ابو مخلد الله يمسيكم بالخير ويعافيكم أخي خالد وإخواني عبد الرحمن وإخواني عبد المحسن ومتشرف أني أكون معكم وسعيد أيضا حتى لو فيه انتقاد أنا أتشرف أني أقبل الانتقاد مهندس سلمان يعني فيه غضب عارم من الجمهور النصراوي بشكل خاص حول ما قمتم به إذا صح الكلام ودخولكم لغرفة الحكام وتساؤلك لحكم المباراة البحريني لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء لنادي النصر هل هذا الكلام صحيح خلنا نسمع أخي خالد أتقد أنا أقبل شهادة اللي جالسين علي سارك الآن الأستاذ رحمن أو الأستاذ عبد المحسن منه سلمان نمشان وما هي أخلاق بياته وما هي خطوات ما أحتاج أن نتكلم عن نفسي في هذا الموضوع أما اقتحام فهذه والله كارثة وأنا أأيد لك عبد الرحمن لما قال إذا حدث هذا الشيء فهو كارثة نحن والله والله إن كنت سويت هذا الشيء فأنا خسارة علي عمري اللي قضيته في الرياضة لأنه فعلا أنا أحدثت كارثة لكن تعال معي أنا ليش حضرت من براء أطلع خضرت تبصت مراقب لا لا أنا لا مراقب ولا شيء أنا من خلال السنوات الماضية كان المراقب والمقيم والحكام يأتون إلى المملكة العربية السعودية قد لا يستقبلهم إلا سواد يأخذهم من المطار يوصلهم للفندق ويوصلهم للملاعب يأتي المنسق أيضا أحيانا ما يشوف المراقب ولا المقيم إلا في الاجتماع التنسيقي ولا في ملعب التدريب ولا في المباراة لذلك هذا العام صار تنسيق كامل بحكم أني أنا استلمت لجنة المراقبية ومباريات في الدولة المحلية أيضا جمعنا منسقي المباريات في الدولة الآسيوية وقلنا تعالوا نسوي جروب نتفق فيه على المبادئ الآسيسية لتغيير الفكر عن استقبال الوفود فاللي حصل وصلنا نعطي كل المعلومات نتبادلها ليه ما عد نبغى الملاحظات التي تأتي علينا من المقيمين والمراقبين ومن يحصلنا الاتحاد الآسيوي ليس كما يعمل الآخرين في شراء الضمم وإنما في إحلاف الملاحظات بقدر المكان في المكان جميل فاللي حصل أنه المراقب زميد لي أوزباكي المقيم للحكام أنا وياه في 10 أبريل سنتكون في تركومانستان أنا مراقب وهو مقيم الحكام البحرينين يطلعون معنا في مباريات آسيوية أقول أنا مراقب وكون معي المقيم وهم حكام عموما اللي حصل أنه كنا جالسين في مقصودة كبهر الشخصية أنا عندي تطبيق وممكن أوريه أي بني آدم يعني يخاف الله ويتقيه وإن شاء الله كلنا أنا خاف الله ونتقيه ما عندنا تشكي كثير ما منه ولا في أماناتنا عندي تطبيق أني أنا اللي أطلع في التلفزيون تطلع عندي في الدوال بعد ثلاث دقائق فشفت في التلفزيون البلانتي اللي هو يعني مثل الشمس في رابعة النهار لاحب ما يده بلانتي صارخ ما يحتاج تشكيك ولا حسيك فانتظرت الثلاث دقائق قلنا تعهد اللقطة عندي على التطبيق قطورتها ووريتها جنبي المقيم قلت له شوف يصير هذا الكلام فقال لي يرسلي الصورة عفوا أنت تقصد البلانتي اللي يحتسب ولا اللي اللي ما يحتسب اللي ما يحتسب اللي ما يحتسب اللي هو مصلع بلانتي مصلع مات مات البلانتي اللي واضح اللي يشخل الطفل الصغير يد اللاعب ممدودة مات كالكورة ما نحتسب فقلت له مو حرام هذا ما ينحسب البلانتي واضح قل لي يرسلي الصورة فما عنده في الجوال أنترنت لأنه جواله عراقي شبكت من نتي أنا من جهازي على جهازه وارسلت له الصورة حصل أنه يبغى لقطات الصورة من كاميرات مختلفة قد فاتت اللقطة علي أنت جال بلانتي الثاني أيضا باين جال بلانتي الثالث اللي انحتب في وقت المباراة الأخير يعني ما عليش أنت تحسب لي بلانتي في الأخير ما عليش بجيب لي التعادل لو أنك حسب لي البلانتيين اللي قبل كان يمكن بنتيجة إيجابية كنصر أنا ولد البلد يعني أنا لي غيرة على بلد عموما ما أبغى أطيل في هذا الكلام يشهد الله سبحانه وتعالى وسأقابل كل من تحدث عن سلمان النمشان زين يوم القيامة لشيء واحد إنه هو ظلمني في شيء قاعد مشي الجمهور من الملعب ومشي الموظفين ما بيقين لموظفين مقصورة تبار الشخصيات وأنا قاعدهم قابل للتلفزيون وتلفون الفيدي على أساسة بشوف متعة عهد اللقطة إذا رصور اللقطات كلها عشان بناء على طلب المقيمة طيب أبو مخلت دقيقة واحدة دقيقة واحدة سب جالق الكابتن حسين عبد الغني وبعده جالق اللاعب الخوية زين بعده جاء للقطات اللي فيها نوع من الدتاؤلات فرحت الناجات جمت أطورها طيب انتهت انتهت رحت لغرفة الحكام دقيت الباب جيت للمقيم قلت له ممكن تأطيني جوالك لأنك طلبت مني الصور أبني جوالك أعطاني جواله نقلت الصور اللي عندي على جواله بعد ما شبكت له معي عن نت زين وقلت له مو حرام هذا الكلام جال حكم وقف جنبي قل لي والله ما انتبحت لها هيدا بصريحة العبارة والله ما انتبحت لها وخرجت طيب زين رحت جب مع اللي شماش في تكملة لأنه جزء من الطلبات لأني أنا ودي ودي نوضح الصورة بشكل كامل بالثانية واحدة اللي حصل انه بناء على مطلبات الاتحاد الآسوي لازم يسلم حق المباراة اللي هو من الناقل الرسمي للحكام والمقيمين وذا المقيم وعقسم ما غير المقيم اللي رحت بنفسي وهي ليست مسؤوليتي ودلو حق المباراة من الناقل الرسمي طيب مهندس سلمان الآن اللي أشير في بعض الصحف أنه أنت لما أسألت حكم المباراة قال الشيء هذا مهم مو بشغلك أنا حكم المباراة وأنا اللي أعرف وعفونا على التعبير هذا النقطة الثانية أنه حصل مشادة كلامية بينك وبين أحد من نادي النصر كان موجود وقريب من غرفة الملابس غرفة عرفة غرفة الحكام خالد سم خالد سم أنا أقول لك اللي قررناه في وسأل أنا يا كدر ما يقول خالد أنا مني بقول إن فيدي قاعد بتتجوله زين يا جماعة يا ناس بالعقل بالمنطق أنا لو داخل غرفة الحكام بهذا الأسلوب ولا قال لي الحكم مشغلك ولا ناقشت الحكم بهذا الأمر أكون عيب على بيتي ومجتمعي عيب ما أتويها ولا هي لي ولا هي أخلاقياتي ولا حصل من الحكم أنه قال لي مو شغلك ولا مو شغلك علاقتي كانت الأساسية مع مقيم الحكام اللي طلب مني الصوت ثم طلب مني الديديدي أما حقة المشادة جاني شخص وأنا واجف قدام غرفة المراقب لأني ما يحق لي وقت كتابة المراقب للتقريب أني أدخل واجف بره أحطري خلص تقارير وحتى كان عنده الأطوان من لقوية علشاني يحضر رخص المباراة وأنا بره جاني واحد قال لي أنت شلون تقول الحكام تحسبون بلندي نصر بلندي نصر رغم أنه أنا ما أنا بطالب أنتجاوب عليك لكن تعال أبوريك شوف اللقطة دي اللي الكورة فيها اليد مندودة وقربت بتليفون لوجهه وقربت هذا اللي أنا ناقش فيه ما ناقش في غيره هذا اللي كنت أدور على طيس المقيم قام مسك يدي أقسم بالله العلي العظيم هو اللي اعتدى بيده علي فتذكروا لحياله مشو يقول لني لحقتوا للسيارة وإني وإني والله ما تحركت من مكاني لا أخوف منه ولا أخوف من الاجتماع بعضين شوف أنا ويجعكم يبدون الصورة الآن واضحة ضيوفي الكرام يبغون يستفسرون ويطرحون عليك بعض رسالة ولكن ضيق الوقت ضيق الوقت يبدون لكن الشباب يعطونا على دقيقة دقيقة يعني كل واحد ممكن بإمكان يطرح سؤال في دقيقة أبو مخلد مساء الخير عبد المحسن الجحلام معك هلا هلا عبد المحسن حبيب سؤال سريع هل تعتقد أن التوقيت اللي قعد تستفسر فيه وتعرض ما البلنتي وتأخذ وتعطيه هل هو تعتقد أنه كان توقيت مناسب بالنسبة للأخذ والرد لا أنا أقول لك عبد المحسن عبد المحسن إجابة على كلامك رجل طلب مني الصور مباراة جهد رجل طلب مني الصور وطلب مني الدفيدي بس أنت المبادر في البداية أن تقول يعني حرام ما يحسب على البلنتي وحرام كن أنا قاعد في المقصورة مقدور على البلنتي ضاية طيب أبو طلال عبد الرحمن الزهراني أول شيء أبو مخلد الحقيقة يعني عارف غلاوتك وأنا أعرفك تمام المعرفة وأنت من الشخصيات الحقيقة اللي لا لا نشك إطلاقا في صدقها وإنسانيتها وإخلاصها وعملها الحقيقة وأنا واثق تمام الثقة الكلام اللي قلته هو الصحيح وهو المؤكد الحقيقة لأنني الحقيقة أعرفك معرفة تامة ولكن ما أتمناها الحقيقة أن وسطنا يعود إلى براءة المقاصد ويعود إلى إنسانية المنافسات الحقيقة الحقيقة الآن يا أبو مخلد نحن في جحيم منافسات لدرجة أن الكثير الآن بدأ الحقيقة يبتعد عن الرياضة وكرة القدم الحقيقة لأنه الآن أصبحت النوايا أصبحت النوايا من أسهل الأمور الآن الموجودة أن الحكم بالنوايا هو من ذهب بنا إلى خارج محيط الملعب وأتمنى إن شاء الله يعني أنا فعلا قلت كارثة لأني أعرف نسلمان إن شاء الله لا يمكن تحدث منه فأنت من الرموز الحقيقة اللي نعتز فيها ولك تاريخك الحقيقة ويكفي استاد الملك فهد أنت من الرجال الحقيقة من مفاخر هذه المنشأة ومن مفاخر الوطن وأنا أحييك وأتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق طبعا إضافة لما ذكره ضيوفنا الكرام عن أخلاق المهندس سلمان النمشان أنا بذكر موقف صار لي مع المهندس سلمان النمشان أعتقد قبل 22 سنة تقريبا كنت وقتها طالع من مستشفى الطب الرياضي وأنت أعلامي؟ لا تأونا بحثتنا ما بعد خلص الثانوي وكنت أمشي بعكاز وكان المهندس سلمان جاي بالسيارة قالوا منها أخذني قلت لأنا طريق منهم طريق طبعا ما كنت أعرفك الطريق منهم طريقي قال لا وخذني فعلا ووصلني لحد بيتنا أنا كنت أعرفك كلما كنت أعرفك لا ما كنت أعرفني ما كنت أعرفني حتى أنا ما كنت أعرفك مهندس سلمان أنا بس أختم كلمة إذات محدودة طبعا طبعا البيئة أصبحت طاردة للمخلصين صحيح للأسر صحيح أنا أقول لكم إياها والله لو لا إني أنا أبا أكون جيل قبل مغادرتي لهذا المجال كلية والله إما قلت فيها ليلا صحيح ثم أبا أزيد عليها والله لو تنشدوني عن لعبين الأنسية في أي نادي يمكن ما أحسب لكم من كل نادي 4 أو 5 مثلا ما يبقى الكورة مهمة الأساسية يعني نحن للإدارة وليست مهنة للتعرف طيب كان ودنا والله أن نأخذ معك أخذر من كذا مهندس سلمان لكن غيق الوقت يا بو مخلط غيق الوقت هو اللي أجبرنا على أن نختم بيكتعون علينا أبو وطل أبو مخلط بيكتعون علينا أبو وطل الهواء بيكتعون علينا الهواء في شيء ما تقوله بسرعة يقول ما هو ذو ميول أتوقع أنه الله يرحم الوالد طبعا أنا أشك طبعا لا بد أن الشال الاتحادي لازم كان حمله سلمان ذات يوم الحقيقي طيب عموما كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقة وقبل ذلك نشكر المهندس سلمان نمشان على هذه المداخلة وقبل ذلك